قالت رئاسة شرطة ولاية رهريني لأن عدد البلاغات التي دونت في مواجهة المتهمين بأعمال التخريب والنهب التي طالت المنشآت العامة بان أحداث الاحتجاجات الأخيرة بمحليات عطبرة والدامر وبربر بلغ 94 بلاغا بينما أفردت الشرطة وفق تقارير رسمية أن جملة المتهمين الذين تم توقيفهم جراء الأحداث بلغ 241 متهما أفرج عن 224 بالضمانة وأبانت الشرطة المحكمة براءة ساحة 22 متهمة لكن النيابة قامت باستيناف الأحكام وقال ولي نهر النير رئيس لجنة الأمن بالولاية حاتم الوسيلة إن الشرطة تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم العديد من المسروقات التي تتعلق بأكهزة ومعدات لمرافق حكومية مشيرا إلى أن هناك بينات واضحة تثبت تورط المتهمين في عمليات النهبة التي استغلها البعض أثناء الأحداث عندنا في الدامر 31 في الحراسة ديل عليهم بينات سابتة الشاي التلفزيون والشاي الشاشة والشاي الكرسي والشاي الحاية في عطبرة في 35 شوطة البلاغات من 65 وفي 30 في الحراسة الآن جاري إن شاء الله المحاكمة بتاعتهم في بربرة المعتقلين 10 تم يطلع صلاح 8 والباقي عندهم 2 ديل حرقوا 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 مسجري اعترافات إلى ذلك قال الولي حاتم الوسيلة إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني أخلى سبيل 16 شخصا تم توقفهم أثناء الأحداث بينما أحل الجهاز 19 آخرين للشرطة لوجود بينات في مواجهتهم ووضح الولي أنه تم تكليف النيابة بتشكيل مجموعة من الفرق لسرعة التحري في ذلك البلاغات الناس في الأمن في 16 يعني أطلق صراحهم كتفكوهم الناس الأمن ذلك بتعهدات وفي 19 حولوهم للشرطة لأنه في بينات في مواجهتهم وفي 21 تم ترحيلهم للخرطوم كلفنا أخواننا في النيابة بأن يشكلوا أتيام ويعملوا نفير لمعالجة هذه البلاغات كلها بأسرع ما يمكن عشان ما يكونوا عندنا ناس في الحراسات نقدموا للمحاكمة والبيتبرئ والمحاكمة تبرئوا